بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى عمّا يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الرسالة ونبأ الناس بها بدأت قريش يتساءل بعضهم مع بعض ويتحاورون في مجالسهم يتناقشون هل صحيح أن هناك بعث؟ هل صحيح أن هناك آخرة؟ هل صحيح أننا بعدما نفنا في القبور وتذهب أجسادنا أننا نقوم بعد ذلك مرة أخرى؟ كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون عمّا يتساءلون هل هم يتساءلون عن الآخرة؟ هل هم لا يزالون مكذبين بها؟ عن النبأ العظيم النبأ العظيم هو قيام القيامة النبأ العظيم هو النفخ في الصور النبأ العظيم هو عودتهم أحياء بعدما ماتهم النبأ العظيم هو أن يرى جده العاشر وجده العشرين وجده المئة النبأ العظيم أن يلتقي آخر الناس خلقا مع آدم عليه السلام أول الناس خلقا وهو في يوم القيامة في المحشر عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فقائل يقول نعم هناك آخرة فإن الله يحكم بين العباد يوم القيامة فإن الدنيا ليست هي آخر المطاف وهناك أقوام يقولون لا هم فيه مختلفون ثم بيّن الله جل وعلا أن هذا واقع وأن القيامة ستقوم وأن الآخرة حق فقال سبحانه كلا سيعلمون إذا رأوا الآخرة وبعثوا من مراقدهم ونظروا إلى ما يقع من أحداث يوم القيامة سيتأكدون فعلا أنهم كانوا في ضلال إذ كذبوا قال كلا سيعلمون ثم أكدها فقال ثم كلا سيعلمون ثم انتقلت الآيات إلى موضوع آخر يثبت الله جل وعلا فيه أن هناك خالق للكون وأن هذا الخالق حكيم سبحانه وتعالى وهو عليم وهو عدل في قضائه بين عباده وفي انتصاره للمضروم من الظالم وفي إرجاعه الحقوق إلى أهلها فقال جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادة يعني جعلنا الأرض ممهدة لهم فهم يرعون فيها أغنامهم وهم يسيرون فيها في طرقاتهم يسافرون من بلد إلى بلد ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة بدل أن تضطرب بهم الأرض ثبتناها بهذه الجبال التي هي أوتاد فيها واليوم اكتشف العلم الحديث أن كل جبل هو في الحقيقة وتد فأنت إذا جئت إلى الخيمة لتثبتها في الأرض فإنك تضع لها أوتادا تضع قطع من الحديد معقوفة من الأعلى أعوات من الحديد السياخ من الحديد تكون معقوفة من الأعلى ثم تضربها في الأرض فيدخل ثلاثة أرباع هذا الحديد في الأرض ثم تربط هذا المعقوف بحبل في هذه الخيمة حتى يثبتها ولو لم يكن هناك أوتاد حول الخيمة التي في الصحراء لم استطاعت أن تثبت أمام الريح حركة الهواء مرور الناس من جنبها ولذلك جعل الله تعالى هذه الجبال مغروسة في الأرض فكل جبل اليوم له وتد في الأرض يكون طوله ربما ثلاثة أرباع الذي في الأعلى أو ربما كان من قدار النصف أو ربما كان أعلى منه أيضا بحسب بحجم هذا الجبل وطبيعة الأرض فسماها الله تعالى أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا ثم قال وخلقناكم أزواجا جعلناكم ذكرا وأنثى لم نجعلكم صنفا واحدا هذا يدل على حكمة الله تعالى في خلقه وعلى علمه جل وعلا وعلى إرادته فقال وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجَةَ يعني جعل الله تعالى خلقناكم أزواجا جعل الله تعالى الرجل جنسا وجعل المرأة جنسا آخر حتى يحصل بينهم هذا التكاثر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا يعني ترتاحون فيه من التعب بعد النشاط طوال النهار وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسا اللباس عادة يغطي الإنسان فجعل الله تعالى الليل يغطي بيوتكم يغطيكم قد يحتاج الإنسان إلى قضاء حاجة في الليل قد يحتاج إلى خروج إلى مكان وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا في النهار يعيش الناس في مزارعهم يرعون أغنامهم الطيور أيضا تغدو خماصا وتعود بطانا فهي في الليل تسكن وفي النهار تعيش هذا شيء من دلائل هذه الأعيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعدما تكلم الله جل وعلا في سورة عمّة عن خلق الإنسان وعن قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة خلقه مرة أخرى حدثنا الله جل وعلا هنا عن أحوال خلقه سبحانه وتعالى لغير الإنسان فلما ذكر الله جل وعلا أنه جعل الليل لباسا والنهار معاشا حتى يحيى فيه الإنسان ويعيش حياته ويزرع أرضه ويرعى غنمه ويشغل مصنعه ويطير الطائر ويطير الطيار في السماء والقبطان في البحر يستفيدون من ضوء الشمس ثم قال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا جعلنا سماء فوقها سماء وكما جاء في الحديث بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام وبنينا فوقكم سبعا شدادا ثم تكلم الله جل وعلا عن هذه الشمس التي تدفؤون بحرارتها والتي ينشرون ملابسهم في حرارتها والتي يسيرون في ضوئها والتي يستخرج الله تعالى بها الماء يرفعه من هذه البحار والأنهار إلى السماء بفعل تبخرها بحرارة هذه الشمس الشمس لها منافع عظيمة ولذلك امتنى الله تعالى بها فقال وجعلنا سراجا وهاجا جعلنا الشمس سراجا وهو سراج وهاج يصدر منه النور ثم قال سبحانه وتعالى وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا أنزلنا من السحاب لما يعتصر أنزلني منه ماءا كثيرا ماءا ثجاجا لماذا أنزلته يا ربي؟ لما انفعتكم فقال سبحانه وتعالى لنخرج به حبا ونباتا أخرج الحب وأخرج سائر النبات سائر النبات الفواكه الخضروات النبات الذي يكون أعشابا يأكلها الحيوان حتى يحيا ويعيش لنخرج به حبا ونباتا طيب هذه الغابات العظيمة فقال سبحانه وتعالى وجنات الفافا وجنات يعني غابات ومزارع وبساتين فيها أشجار عظيمة جدا وأغصان طويلة من عظمها ومن كثرتها يلتف بعضها على بعض وجنات الفافا ثم عاد الكلام إلى ما ابتدأت به السورة عن اليوم الآخر فقال سبحانه إن يوم الفصل كان ميقاته يوم الفصل هو يوم القضاء بين العباد والذي يفصل فيه بين الخصوم في يوم القيامة أنت ظالم أنت مظلوم أنت أخذت حق فلان أنت قصرته في بركة لوالديك أنت قصرته في حق جارك أنت قصرته في صلة رحمك أنت قصرته في رعاية أولادك أنت قصرته مع زوجتك أنت قصرته مع زوجك هذا يوم الفصل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل كان ميقاتا يعني موقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر متى يوم الفصل؟ يوم ينفخ في الصور إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومين ولا يتساءلون ينفخ في الصور نفختان النفخة الأولى نفخة الصعق والصور هو قرن ينفخ فيه مثل هل ترون القرن الذي يكون على رأس الخروف مثلا فإن أصله يكون واسعا وأعلاه يكون ضيقا هذا هو القرن هذا هو قرن ينفخ فيه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هذا النفخ في الصور نفخة الصعق ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بين النفختين يمطر مطر هذا المطر تنبت منه أجساد العباد الذين في القبور وكل الإنسان يفنى إذا دفن إلا عجب الذنب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فقرة في الظهر تكون مثل البذرة الذي ينبت منه الإنسان فإذا نفخ فيه أخرى قام الناس من قبورهم ولذلك قال سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ثم ذكر بعد ذلك الأحداث وفتحت السماء فكانت أبوابا لأن السماء تتشقق وتتغير وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحة بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال في تفسير سورة عما يتساءل ثم قال الله جل وعلا وهو يتكلم عن أحوال الآخرة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يأتي الناس جماعات جماعات كما قال الله تعالى وإذا النفوس زوجت يعني يحشر السراق مع بعضهم البعض يحشر العباد مع بعضهم البعض كل زوج مع زوجه أي مع مثيله ومع مشابهة ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل هذه السماء الصامدة القوية المتناسقة تتمزق وتتشقق يراها الناس عيانا فيفزعون من أحوال يوم القيامة قال الله جل وعلا وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه الجبال تكون كالهباء المنثور تكون كالقطن المنفوش ليست بشيء هذه الصلابة والصخور العظيمة الشديدة كلها تزول لعظمة الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وسيرت الجبال فكانت سرابا ثم انتقل الحديث إلى الآخرة ما الذي يقع بعد الحساب يوم القيامة بعد وزن الأعمال وبعد تطاير الصحف تكون هناك جنة ونار فقال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا أنت إذا اختلفت مع شخص وأردت أن تهدده قلت له أنا لك بالمرصاد يعني إن خرجت إلى عملك فأنا أمامك إن ذهبت إلى السوق فأنا أمامك إن أقبلت داخلا إلى بيتك فأنا أمامك حتى توفيني حقك حتى توفيني الحق الذي لي عليك فقال الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا يعني مجهزة ومرصودة لمن؟ للطاغين مآبا المآب هو الرجوع تقول مثلا رحلة ذهاب وإياب يعني ذهاب ورجوع فهي مآب يعني الموئل الأخير والمكان الموضع الذي يجتمع فيه الطاغون والطغاة والظلمة هو النار فقال سبحانه وتعالى للطاغين مآبا طيب كم يلبثون في النار؟ قال جل وعلا لابثين فيها أحقاب الحقب هو العشر سنوات وقيلة هو المئة سنة هذا الحقب يعني فترة زمنية كما تقول أنت مثلا هذا عمره عقد من الزمن عقد من الزمن يعني عشر سنوات أو تقول هذه الدولة عمرها قرن من الزمن يعني عمرها مئة سنة الحقب أيضا هو عشر سنوات أو هو مئة سنة على قول فذكر الله تعالى أنهم لا يلبثون فيها حقبا ولا حقبين ولا ثلاثة وإنما لابثين فيها أحقابا طيب ما أحوالهم فيها؟ قال جل وعلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا يعني جو حسن يسر عنهم ويذهب عنهم ما يجدونه من حر وضرك وعرق وشدة ما في أي لفحة هواء بارد وأيضا هذا الذي يصيبه هذا الحر الشديد يحتاج إلى ماء يحتاج إلى شراب يحتاج إلى أي شراب إلى ماء إلى لبن إلى أي شراب فهم يمنعون مع شدة الحر يمنعون من لفحة هواء بارد ويمنعون أيضا من الشراب فقال جل وعلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لكن هناك نوع من الشراب يشربونه إلا حميما وغساقا الحميم هو الماء الحار شديد الحرارة ولذلك يقول مثلا خرج من هذا البركان حمم بركانية يعني حجارة قد ذابت وانصهرت حتى أصبحت تجري كأنها سيل من الماء وهي في الحقيقة حجارة درجة حرارتها عالية جدا فسميت حمم فهذا حميم وهو أشد الماء الذي يعطى لأهل النار لو طلبوا الماء والغساق هو الصديد الذي يسيل من أجسادهم صلى الله العافية لما يحترق يخرج من جسده الصديد والمواد التي يذوب معها الجلد فيأكله عيادا بالله نصلى الله يعيدنا وإياكم والدينا ووالديكم من النار فقال سبحانه وتعالى إلا حميما وغساقا لماذا أعطوه هذا؟ جزاء وفاقا هذا جزاء متوافق متساوي متعادل مع أعمالهم التي عملوها هذا سرق هذا كذب هذا أشرك بالله هذا عق والديه هذا وقع في الفاحشة هذا شرب خمرا كل إنسان وقع في معصية سواء كانت من الشرك بالله أو فيما هو أدنى من ذلك من المعاصي التي لا تخرج من الإسلام لكنه يعتبر عاصيا كل معصية لها جزاء متوافق معها ولذلك قال الله تعالى جزاء وفاقا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال في تفسير سورة عما يتساءلون ثم قال الله جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا ثم قال جل وعلا إنهم يعني هؤلاء الطغاة هؤلاء العصاة هؤلاء المشركون هؤلاء الذين خالفوا شرع الله ما حالهم في الدنيا إنهم كانوا لا يرجون حسابا يعني لما يفعل الفعل ويقع في المعصية ويظلم الناس أو يعق والديه أو يسرق أو يترك الصلاة ما كان يتوقع أن في حساب ما كان يفكر أنه سيقف بين يدي الله لا يرجون حسابا لا يترقبون حسابا لا يفكرون في الحساب يوم القيامة إنهم كانوا لا يرجون حسابا طيب ألم يكن هناك ناس يعظونهم يذكرونهم يقولون وأقم الصلاة إن الصلاة تنال فعشان المنكر يجب عليك الصلاة وقضى ربك الله تعبدو الله وبالوالدين إحسانا لا تظلم الناس الظلم أمره عظيم وشأنه كبير ألم يكن هناك ناس يذكرونهم بلى لكنهم ما كانوا يستجيبون ولذلك قال الله وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا يعني كذبوا بأفعالهم فعلوا كفعل المكذبين إما أنهم كذبوا بالآيات قالوا أصلاً ما في جزاء ولا في عقاب ولا في آخرة فوقعوا في الشرك بتكذيبهم بالآخرة والخروج من الإسلام بمثل هذا المعتقد أو أنهم كذبوا بأفعالهم كالإنسان الذي يقرأ الآيات التي تأمر بالر والدين ثم بعد ذلك ربما بصق في وجه أمه وأبيه ربما ضربهما ربما عقهما فنقول يا أخي أنت فعلك يكذب فعلك لا يدل أنك تصدق بهذه الآيات لأنك لو صدقت بها وآمنت بها حقاً لأطعت الله جل وعلا فيها ولذلك قال الله تعالى هنا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا هل كان الله غافلاً عنهم؟ لا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا كل شيء مكتوب ما غاب عن ربنا سبحانه وتعالى شيء طيب هل يعرف بخطرات النفس؟ نعم يسمعك إذا غبت واختفيت وتكلمت في السر؟ نعم لو تكلمت لوحدك؟ نعم لو اضطجعت على فراشك والتحفت بلحافك وحاولت أن تختفي؟ نعم لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا وَكُلَّ شَيْءٍ أَفْعَالُكُ وَأَفْعَالُ النَّاسُ وَأَقْوَالُكُ وَأَعْمَالُكُ ذَهَابُكُ مَجِيُّكُ سَفَرُكُ إِقَامَتُكُ أَكْلُكُ شُرْبُكُ مَشُيُكُ ذَهَابُكُ إلى آخر كل شيء وكتوب كما قال سبحانه إِنَّا كُنَّا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ثم ذكر الله تعالى الجانب الآخر الجانب المشرق من الصالحين الأتقياء الذين إذا نظرت إلى حياتهم لم تجد فيها ظلما للناس وجدت أخلاقا حسنة وجدت ابتسامة دائمة وجدت لطفا مع الآخرين وجدت عدلا في حياة وجدت صلاة وصوما وصدقة وجدت تجارة رابحة ووظيفة موفقة وحياة سعيدة وتعامل حسنا مع زوجة مع ابناء مع جيران مع الناس جميعا ذكر الله تعالى هذه الفئة الأخرى الحسنة فقال جل وعلا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِيش؟ مَفَازَا لهم فوز عظيم وأي فوز أعظم من دخولك الجنة أي فوز أعظم من أن يفزع الناس وأنت آمن أي فوز أعظم من أن تقترب الشمس من رؤوس الخلاق فيتأذون ويتعذبون بذلك وأنت في ظل عرش الرحمن جل وعلا أي فوز أعظم من هذا وأي فوز أعظم من دخولك الجنة ونظرك إلى وجه الله جل في علاه إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا ما هي؟ حدائق وأعناب أحداء الحدائق متنوعة فيها من الأشجار الحسنة الجميلة والطعام الحسن اللذيذ وفيها أعناب وذكر الله تعالى العنب لأنه من أطيب الثمار ولأنه كان معروفا عند أهل مكة فالقرآن نزل عليهم وكان العنب يأتيهم من الطائف ويفرحون بذلك ويأكلونه جنيا ويصنعون منه الزبيب وغير ذلك فقال الله تعالى إنكم ستجدون أحسن من يوم القيامة حدائق وأعناب ولهم زوجات حسان وكواعب تراب الكاعب هي المرأة الحسنة في قوامها وشكلها أتراب يعني متماثلات متقاربات في العمر طيب هل في الجنة خمر؟ نعم فيه خمر لكنه خمر لا يذهب بالعقل ولا يذل الرجل وقال جل وعلا وكأسا دهاقا كأسا مملوئة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا كلام باطل ما أحد يتلفظ عليه ما أحد يسبه ما أحد يلعنه ما أحد يتكلم عليه بكلام بذيء أبد الأهل الجنة كلامهم حسن ولا يسمعون فيها كذبا أبد وذلك لقبح الكذب لا يستعملها الجنة أبدا طيب من الذي جزاهم؟ جزاء ممن؟ من ربك عطاء حسابا ما قال جزاء وفاق متوافق مع أعمالهم لا هذا في أهل النار بمقدار معصيته يعذب أما أهل الجنة فهم يزادون يعطيهم يعطيهم صلى صلاة واحدة أعطاه أجر من صلى يعني ملايين الصلوات تصدق بدرها من واحد ضاعفه الله تعالى له حتى أجعله كالمتصدق بالملايين عطاء 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 ممن من ربك الكريم المحسن العظيم عطى جزاء من ربك عطاء حسابا حسابا يعني جزاء لما فعلوه حسبنا لهم هذه الأعمال وضاعفناها لهم نسأل الله لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة عما يتساءلون واليوم نحن مع الحلقة الأخيرة من تفسير هذه السورة المباركة ذكر الله جل وعلا في أولها أحوال قيام الساعة ثم ذكر الله تعالى أيضا قيامها ثم ذكر حال من عصوا الله جل وعلا ثم ذكر الله تعالى أحوال أهل الجنة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعبا ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ثم قال الله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينه مر رحمن لا يملكون منه خطابا لا يجرأ أحد أن يخاطب الله يوم القيامة إذا وقف بين يديه ولا أن يتكلم بين يديه إلا بإذنه سبحانه وتعالى حتى الشفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الملائكة العظام والرسل الكرام كل الخلق مهما بلغ من صلاحهم وتقاهم لا يجرؤون أن يتكلموا بين يدي الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات السبع هذه السماوات العظيمة ورب الأراضين العظيمة رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملك أحد لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه جل وعلا من عظمته وهيبة سبحانه ثم قال يوم يقوم روح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الروح هو جبريل عليه السلام وجبريل خلقه عظيم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين رآه مرة أول ما نبئ عليه الصلاة والسلام بالرسالة وهو في الغار ثم رآه عند صدرة المنتهى في السماء لما عرج به إلى السماء وصفه عليه الصلاة والسلام فذكر أن جبريل له ستمائة جناح ستمائة جناح خلق عظيم وهو أعظم الملائكة وقد سماه الله تعالى الروح كما قال جل وعلا عن ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامه حتى مطلع الفجر فذكر سمى الله تعالى جبريل الروح وهو أعظم الملائكة وهناك ملائكة عظام آخرون كميكائيل وإسرافيل لكن جبريل هو أعظمهم فذكره الله جل وعلا فقال يوم يقوم الروح جبريل فقط جبريل لا والملائكة ميكائيل إسرافيل مالك خازن النار خزنة الجنة ملك الموت ملك الجبال ملك البحار كل الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون من عظمة يوم القيامة وعظمة الفزع الذي يكون فيه وكل الرسل كل ما جاء إليهم الناس يقولون اشفع لنا إلى ربنا يقول أهدم ويقول إبراهيم ويقول عيسى ويقول موسى وعليهم السلام يقولون إن ربي غضبا يوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فيوم القيامة عظيم ولذلك حتى الملائكة تخاف فقال جل له على يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الضحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ترى يوم القيامة حق ليس كذبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا الذي يشاء ويريد يعمل عمر الصالح ويتخذ المآب يتخذ الطريق الصحيح إلى ربه المآب العودة ليتخذ عودة صحيحة إلى ربه عودوا إلى الله توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله يا أيها العاصي يا أيها من تقع في الشرك يا من تقع في الكذب يا من تقع في العقوق أوبوا إلى الله عودوا إلى الله اتخذوا إلى الله مآبا ثم قال إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا إذا حسب الله تعالى العباد يبدأ بالحساب بين الحيوانات يؤتى بالشات الجمّة الجلحة التي ليس لها قرون ويؤتى بالشات التي لها قرون فإذا كانت الشات القرناء نطحت الأخرى التي ليس لها قرن في الدنيا يقال لهذه المنطوحة المظلومة انطحيها ويوضع لها قرنان وتنطحها ثم إذا قضي بين الحيوانات قيل لها كوني تُرابا خلاص نحن خلقناك في الدنيا لمصلحة الناس لركوبهم ولزرعهم وحرثهم وطعامهم خلاص ما في جنه نار للحيوانات كوني تُرابا عندها إذا رأى الكافر ذلك يقول يا ليتني كنت تُرابا وتم تفسير سورة النبأ سورة عمّة يتساعد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر